مشاهدين وتابعين تلفزيون دوت الكويت ليالي الكويت واليوم في ختام مزك أو في مزك ختام ليالي الكويت يعني هاي الغنية وهالحلو والله بعت الله كيف هي حلو اليوم لا اليوم في ختامنا راح يكون معنا أشهر ثلاث طهات في سوشيال ميديا وتحديدا في ليالي الكويت راح يتكلمون أكثر عن البرنامج الذي سيعرض في رمضان 2015 على شاشة تلفزيون دوت الكويت 16 أنا اليوم مع ريحة الأكل انت دختي من اليوم انت شفتها الطاووس المشوي قبل شوي دختي أما شمي طاووس 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 المرحب فيكم نمرتون في ليالي الكويت البداية طبعا نرحب في أخت الشيف اسماء البحر وجنا العصفور التمساح فواز وطبعا زميلتنا الإعلامية افتخار الهاشم نمرتون في ليالي نمرتون في عمرك نبي نبتدي أول شي نقول ثلاث نكهات في رمضان والمفاجأ أنكم ثلاثتكم في نفس الحلقة الأولى والثاني والثلاثين حلقة ثلاثتكم تجمعكم في برنامج واحد يعني شلون الخلطة هذي شو نصر هالخلطة ما خفتنا هالتجربة هاي خاصة بعضكم أول مرة يخد تجربة تقديم على تلفزيون كلمونا أكثر عن هاي التجربة افتخار عظيمة على طول مثلما أول شي السلام عليكم مبارك عليكم الشهر مقدما أسأل الله إن شاء الله يبلغنا معكم شهر رمضان وإن شاء الله نستمتع في جميع البرامج كل الشكر لكم وكل الشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل ومن الزملاء يمكن ثلاث نكهات مثل ما أنتم شايفين كل واحد لنكهة خاصة وأنا سمتني جنان جوز بطيب وياهم يعني مرت على الأيام بسرعة كنا بالفعل فريق عام الواحد كل واحد لنكهة خاصة أسمى نكهتها خاصة وجنان وأيضا أخوي فواز رح يتكلمون أكثر أهمة بس أنا جدا استمتعت معاهم جمعتم شلون في هذا البرامج فكرة كانت من الأستاذ عدل أعطل أصلاح حفظه وخير دائم لأنه أكيد وزير الإعلام عسى الله يطوله بعمره والأستاذ طارق المزرم يوسف ونصفة كل العاملين في تفزيل الكويت يعني إن شاء الله ما أنسى أحد شون تفقوا الحب اللي بينهم هو اللي يجمعهم يعني ما في منافسة ما في حسد ما في غيرين عادي باللوكيشن نشوف اسمها داشة علينا عادي باللوكيشن نشوفه واس داشة علينا عشان شدي ثلاث نكات هذه صاروا نكهة واحدة وحسن حفظي إن أنا أكون أدير الحوار معهم قلت داشة عليكم يعني معناته إنه يعني الحبقة منفة يعني مواحد رح يقدمها ويدخل اللي رح يدخل يضيف مثلا لمسات من عنده على طبخة زميلة لا 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 حتى الفكرة من أساس كانوا يعينا الفكرة معينة بس إحنا بلورنا الفكرة وأسماء هي نقت الاسم ثلاث نكات وكلنا اتفاقنا ببيت جنان كنا قاعدين كلنا مع المعد ومع المخرج طال العنزي ومعد نايف النعمة وكان شيء يعني يعني فكرة كلها بني يا جماعة أنتوا علي ليش طالع عندي أنا سمعت خبر أنه أنتو خلال ثلاثين حلقة كل شخص فيكم رح يقدم عشر حلقات عزل أو لا في شيء صحي يعني أول بداية خلنا شوفي يمكن تكون معانا التمساح في أول عشر حلقات خلنا نقول لا لا موشيدي يوم 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 ممكن في حاجة أن حلقة العيد إذا في حلقة عيد يتقرار معلينكم مع بعض في البداية أيضا نسأل ليش التمساح أول شي أنا دائما حتى اللوغو حتى اللوغو أول بأول بالبداية أنا قولي مرتين أدوني شوف وأنا مرضى بالكلمة هذه ما أشوف أني أنا وصلت المرحلة هذه فكان عندي واحد متطباخين قلت يعني يناديني بالتمساح قال لي خاص ما ديك التمساح عشان تحب لكوست وبس قلت المرحلة عادة عادة طبعا مما أن هذه قلت وكل واحد يدخل على الثاني ويشوف الطبخة اللي هو مقدمة يعني الطبخات اللي أنتم قاعدت تقدمونها يعني هل هي طبعا إحنا شفناها قبل شوي لو أخذوا ملائك كل واحد يقول بعد البرناج بيعكل لكن شفناها لذيذة وشهية وريحتها ما شاء الله معبية للستوديو كلها طبعا في بعض المشاهدين أكيد يسائلون ناكل خفيف ووجبات الخفيفة أو لا؟ حسنا حبيت أن أكون ستايل مختلف تماما حبيت أن أقدم أطباق يديدة وبنكهات يديدة مزج النكهات الحلوة هذي اللي أعطينا طبق مثالي حلو برنامجنا بسيط طبخة واحدة في اليوم فلازم تكون طبخة مثالية وحلوة وشي وراقية ففعلا كل واحد فينا حاول أن يطلع الطبق خلينا نعرف شنو شنو الطبق سوينا والله أنا أول شيء أكل جنان عجبني قبل شوي صلاح سوينا شب دي مع كريمة سنفيقي لحق الرمضان ممكن الحلوة في الي بس الطبق يودي السيارة الحلوة راح عليك راح عليك راح عليك سنعبتش فقيل بس أحاك راح ندور فقيل كم لأسمر سوينا مثلا طبق من الأطباق سوينا شبزي مع عيش أسمر وكريمة الشبزي راح تكون مثل صوس كريمي مع فليهات سمتش وعندنا لوبة تنبورة هذا طبق من الأطباق سوينا شورمة مع عيش مخللات وصلصة روب سوينا أشياء وائد والله حلوة أي سوينا تشيز كيك لا تقولي كل شيء يلا سويت له أشياء يشتوقون عشان تشوق المشوق يلا جنات انت شف حضرة لحق الرمضان أنا بيض بيض عيون ولا مسوق كل يوم بيض عشر حلقات بيض جنات هالأكل المساع بيض 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 مرة أوملت مرة بيض عيون مرة بيض مفيوح كل يوم بيض الطماط تنوع حاليا بيض زي سؤال عطار البيض جنات دائما قلت في بيض بسأل التمساح ليش الطبخات دائما المشابيسو هذي حطوهم فيها بيض للعلم أنا شوف الناس ما تعكل بيض هذه مراتي شوف يعني معروف مسلوقة تصير الطبخ الطبخ يعني مرات أي أما من البيئة يعني ناتج على على شغلات تلك من بره ممكن ممكن واحد بالصدفة حطها ممكن غلطة يعني كذا شغلة تصير كانت غلطة وصار شكل ممكن ما أدري تزين الطبخ بس ممكن خذوها من الهند خذوها من كذا وكانت تركيب على بعضها وصارت بس إذا ليش سمرت بهذا الشيء فوازي يعني دام لكم يعني شايفين شيء مو مكتنعين فيه لش أني نكمل فيه مو ضعل شنوه قال له تزين الطبخ مو ضعل أنا واحد من الناس يعني آخذ على الشيء وابني عليه مو أنا مرة اللي عرفني عرفنا طبخي مو تقليدي الحين اسمها قالت مساعة أكلات ما لها علاقة بالأكل التقليدي بالمرة إحنا نيي ناخذ الشيء ونحاول من منطقة ونطلع منه ممكن الشيء يعني أنا عندي أكل معروف أنه وايد عليها خلاف اللي هي كاكاوب البيديان شايفت شلت وإكشون تغيير ليه لأكشون غريب صح لا أنا ما كان عندي رأيج لأنا نحب لك تكتبك كاوب البيديان راح تلقاها مشهورة في أوروبا مشهورة في اش سمونا احنا نقلنا لهم رأيتوني أمر الله يدعون بالأطباق إذا قلت لك إذا قلنا حق الناس عندنا محمار شكر مع السمش وكيأكلون يعيش سويت رايس هم مو منطقي بس كل من عنده منطقة المنطقة اللي هنا الحلو اللي قاعد نسوي أو بالآن الأخيرة خنقول إنه كل من ييب كذا منطق ويدخل مع بعضي يلقى همزة وصل ويسوي منها طبق صح أنت ذكرت همزة الوصل لكن أبعرف أنا تحديدا كل واحد يكون له ملعب خاص فيلي وأنا حلويات مقبلات شغلات كل واحد فيكم شنو ملعبة أنا أعد نفسي أني ما لي هوية معينة صراحة إكليكتك أنا بس أكثر شي الحار الحار والسلطات والسؤال أتفق معك أنا أحب الفلفرت لا ما أقصد الحار الأطباق الحار الساخنة زيلة السؤال التي تشفت خار دائماً حلما نروح من دول برة أوروبا إذا ضعنا ومشتهين أكل قريب على الأكل الكويتي أنا أدري أنت طبعان مطباقة بس أسألة شدي عشان أنت تسئلي من السؤال كم تدوقة ليش ندور المطعم الهندي يمكن أنه قريب ثقافته ممكن قريبة من عندنا بالطباق بهارات بهاراتهم يمكن نفس نستخدمها الحلو من الأصول مثلاً ما تروح أنت الحين حق المطبخ السوري أو للمطبخ أصولها تركية نعم بكل متبق لاوة هذه موكلمة عربية حتى لو سووا عشحة سبعيد لا تدري يعني عاد في حلقة من الحلقات فواز سوى يعني طبق في طريقتها وأيضاً أسماء سويت اللي هي البكشة حتى أنا سميتها بكشة افتخار وهني ما قدرت قلت لها بكشة تنفهد في لحم مفروم وأشياء فكل يعني نقول طاهي فيهم حطنا كتل خاصة أساساً نقول الشاورمة أصولها تركية بقول قصة الشاورمة ويمكن أشاهد بعد مشاهدينا شاورمة تلنا افتخار كلمة شاورمة شيء لا أفتخار هي تركية أصلها الحجاج لتراك راحوا مارين صوب بلاد الشام يوم صار الليل حطوا صيخ اللحم وصفوا لحم هو تشلي مع الجو الحلو مار تركي أنا قدت توقعت أنه فواز اللي مار لان اخترع طور فأخذ الفكرة إذن يعني أصول الأكل تركية بس وصلت بلاد الشام وصلت عندنا لو شفت الحل المطاعم عندنا تنوعه بشارمة بشارمة بالروب بالثوم بالثوم قديم يعني يعني عارف فيه أشياء ينقول خلطات يديدة هذا اللي طهاتنا الكويتين يعني أنا وائد مستانسة يعني نقول نجوم بالسوشال ميديا ومشاء الله عليهم الكويتين وكل واحد لنكهة خاصة فكلهم عنده إحاءات من مطبخ معين إلا جنان جنان كويتي 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 عتيج ما راح تسوي إلى بيضة تقول سيسوي لا لا جنان جنان أطباقها خيالية يعني يمكن ما جمعت نقول مطبخة تحجي جنان على مطبخة وليك وليك يعني كان إذا الأكل الهندي فيه أصول هندية وهي طورتها حطت لك هالكسسوار الهندي وحطت لك إذا كان كويتي هالأثواب يعني بالفعل إن شاء الله يا ربي اللي يأكل الطبق يعني مو بس الطبق اللي يشوق يعني حتى العين تحب قبل اللضوغ يعني أنا طالعت يا متصرحة عجب لي باقي الحيوخ أنا عندي رأي إذا أنتوا تختلفون معاي فيه أنا ما أدري أنا أشوف حتى لو كان أكل أجنبي مثلا نقول أكله إيطالية إذا أكلت مثلا الباستا بالكويت أحلى من إيطاليا باقي الحيوخ ليش الأكل الكويتي دائما مويز حتى لو الأكل مؤكلنا دائما يعني هذا الشيء أقول لك شيء أنا مع السفر والرحلات والطبخات اللي طبختها وشيء اكتشفت إن حاسة التذوق عندنا إحنا الكويتيين عالية عندنا ذوق عالي يعني إحنا ما نبي الشيء البسيط أصلا عندنا ترخب المطاعم عندنا مطاعم بزيادة كل شيء ندور نكهة مثالية نبي طعم حملونا بزيادة نبي نكهتنا فتلقى لما نأخذ المطبخ من بره من إيطاليا وفرنسا تلقى نسوي بإبداع صح ما نرضى بنكهة بسيطة صح لازم نسوي حلو نسوي أحلى منهم نسوي أحلى منهم بوائد فسجل حتى من دول الخليج لأنكهات اللي حبونها لما دول الخليج يعني لما يوني يقولوا أحلى شيء عندكم المطاعم ما دخنا صح حتى لجانب دخنا يعني ما درش ناكل شناكل ولا شناكل لأن كل يعني صد صراحة إبداع إن شاء الله رديتي موجودة بالكويت شيء يعني ما شاء الله يعني شونه ما اشتهيتي بتلاقي نجو الدامج أرجع للكلمة اللي ذكرتها قبل شوي فواز قلت أنكم قاد تتميزون أو تنافس بالأحراب ما خفتوا أنه برمضان يعني كمية المطابق اللي راح تعرض على التلفزيونات تحديدا للطبخات إنه نكيتو فقط برمضان البقالة الأقوى إحنا داشين إحنا نبي المنافسة منافسة قلت لك مريحة لك ترمو من إحنا نبي المنافسة هذه هذه فإحنا نبيها لا إحنا نبيها الشي وداشينها ثلاثة قويين إن شاء الله رب العالمين وبعدين ردت لنا مرثان يقول لا ما نبيكم بالروح شركة أنا خصف أنا خراحة ما يعني يشوف أقول لك أنا ما أبحث عن المنافسة أنا يشوف أن الواحد كل ما هو أبدع ورح يثبت وجوده في المكان وكل هو هو اللي رح يعني ما يحتاج ينافس أحد كل واحد يمثل نفسه ويطلع بالصورة الحلوة اللي هو يحبها يعني أنا نظري أن برامج الطبخ شيء للمتعة مشاهدة واستفادة فلوت تابعينها أنا رح أتابعلك أستفيد من هذا واستفيد من هذا واستفيد من هذا وأجمع معلومات أي طبخ طبخة حلوة النهاية هذا كله للمشاهد المعد الكبير نايف النعمة والمخرج طلال لعنزي شون تعاملهم كم معات وايد أكيد والنعم فيهم ثلاثتهم يعني حتى مدير القناة أستاذ عادل يعني من أروع ما يكون بصراحة كلنا أسرة وحدة وتكلم عن قول شو قول 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 ما ما كلنا أسرة وحدة قول ما نقال لأن تقول مقل السرويان صراحة كان قروب ممتع قروب مثالي صراحة كان يجمعنا الحب والصداقة وكنا مستمتعين في كلها ما بالتصوير الانتقال من الانستجرام إلى التلفزيون حسيتوا في تغيير ولا حسيتوا نفس الروح نفس نفس الشغل يعني لما تعودنا تحط هذه شاشة وهذه شاشة في الآخر بس أنا أعتقدت أنه بخمسة عشتانية خمسة عشتانية حين صارت دقيقة في الآخر بس الفرق أنه ممكن تكون اللي صار في بالذات ومشاء الله المخرج والمعد طال العنزي بوراكان خلونا كل واحد براحته كل واحد لها ستايل كل واحد لها نكهة زين أنا راح تشوف نفس ستايل اللي قاعد يسويه بالإستجرام جنان راح تشوف لها ستايل التقليدي ومع شغلاتها بعد حلوة أسماء كل واحد لها شي بالضبط وثلاثتنا ندعم ندعم بعضنا في الآخر يعني سوايرنا كل واحد الله أفكر عافية ونورتوننا وإذا كل ما أخير أحب يتوجهون لمتابعك ثم من خلال ليال الكويت في الحلقة الأخيرة أنا حب أشكر مطابخ الفارسي على رعايتهم برنامجنا برنامجنا بالكامل واهتمامهم فينا أثناء التصوير وأشكر تلفزيون الكويت بعد أنهم دعمونا ويابونا نقول عن فكرة البرنامج وشكرا لكم جنان أنا المكروفون طاح طبعا أنا طبعا أشكر يعني اللي يمعونا واختارونا وعطونا الفرصة هذه إن شاء الله نايف النعمة بوراكان نايف العنزي عادل عطلة كلهم مقصروا وحاولوا على قد مقدرون يعني شي كان بيوم وليلة قررنا وركبنا صراحة ما كان مخطط لكلش نادونا قعدنا مع بعض عن جنان وكلشي صار فيك إن شاء الله علاميتنا افتخار والله ما في أول شي نقول نسألها القبول إن شاء الله في برنامجنا يعني معانا عباقرة نقول في الطباخ سواء كان جنان عصفورغان يعني التعريف جنان وسواء الطبخ جدا حلو وهو المرقوق يعني لازم مشاهدين يتابعونا وطريقة سهلة وفواز وأيضا أسماء ولي الشرف أن أنا أكون معاهم وتدري نقلة أنا يعني من نقول كنت مديعة جوية إلى مديعة ومع أشهر طهات فلله الحم بس أسألها القبول لا خافي لك الحاسد شن راح تاكل أول وحد راح تاكل أنا أكلت كل الطباخ عموما نورتونا اليوم شاء الكوية تحديدا أن اليوم كان معاكم بكير شكرا لحضوركم جاهدين بعدنا نكمل فقراتنا لكن بعد البريك شكرا للمشاهدة